اشتركوا في القناة الله العظيم سباب الصغار يعلو وأكره أن أكون له مجيبة كفرع عود زاده الإحراق طيبة أو كما قال الشاعر قالوا شتمت من اللئام أجبتهم إن الكرام مذمة اللؤماء لا تعجبوا قبل ملوك ذمهم أهل الخنى من عصبة سفهائي لأسوة بالأنبياء الأصفية والسادة الأعلام والأمراء فالعفو طبعي والسماحة شيمتي وأغض طرفي عن أذى أعدائي ما عشت أصبر للمصائب والأذى فالدهر شيمته أذى الفضلاء ما أروع هذا الكلام فليشتموا كما شاءوا من سباب وهم كما قال الشاعر لا يكذب المرء إلا من مهانته أو فعله السوء أو من قلة الأداب لبعض جيفة كلب خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعبي صدق أفضل الشعراء وما أتعس الجهل والجهلاء عنوان حلقتنا الليلة إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا الأخلاق الرياضية التي يمكن ترجمتها عمليا إلى اللعب النظيف ظاهرة تختفي يوما بعد يوم من عالم الرياضة في الملاعب على الشاشات والصحف والمواقع الأخلاق الرياضية أو اللعب النظيف هي الجانب الأنقى والأرقى في تاريخ البشرية ونماذجها باقية إلى آخر العمر لكن نقص الوعي وقلة الثقافة عند بعض اللاعبين والإعلاميين كان سببا في تقزيم اللعب النظيف وتعظيم الغش وسوء السلوك في ملاعبنا على غرار ما يراه ويقرأه اللاعبون بالصحف أو على الشاشات لو أدرك الإبن عمر رمضان مدافع غزل المحلة حجم الإشادة والتقدير والاحترام الذي ينتظره إذا اعترف للحكم بصحة هدف الأهلي لكان أولى المبادرين بقول الحق وقتل الشغب في مكمنه أو في مهده نفس الوعي والشجاعة والرغبة في اللعب النظيف غابت أيضا عن زميليه حارس المرمى والمدافع الذي وضع يديه على رأسه حزنا فور إحراز الهدف ولو امتلك أحدهما المبادرة لمرت المباراة بسلام اللعب النظيف لا يجبرك فحسب على تحمل قرارات الحكام الخاطئة وهل هناك أوضح من هدف المحلة الأول ضد الأهلي من لمسة يد بالغة الوضوح دون أي اعتراض من لاعب الأهلي كان لاعب الأهلي جميعا نموذجا ممتازا مشرفا لللعب النظيف باستئناف اللعب بركلة البداية دون أن يذهب أحدهم إلى الحكم للاعتراض مما مهدى لاستمرار اللقاء بلا مشاكل أو أزمات إفساد التعليم في مصر على مدار ستة عقود هو السبب الرئيسي في هبوط الوعي لدى اللاعبين والجماهير وفي اندثار الروح الرياضية وقتل اللعب النظيف من أجل انتصارات رخيصة وألقاب مسروقة والإعلام الرياضي الهابط يتحمل المسئولية السلبية ثانيا لأنه يهلل الانتصارات غير شرائية طالما جاءت على هواه وتابعنا إعلاما هابطا يدافع عن شيكابالا ويذبح الحكمة الدولية فهيم عمر بعد طرد الثاني للأول في لقاء الاتحاد بالأسكندرية العام الماضي في أعقاب إشارة بالغة الوضوح من اللاعب إلى الحكم أنه مجنون وهي إشارة تستوجب عقابا مدنيا في الدول الحرة والدول الديمقراطية على شيكابالا إذا تمت على الملأ كما حدث الأخلاق الرياضية ضاعت على أيدينا وعن عمد أو جهل كم أهلاوي في مصر قدم نموذجا أسطوريا كما فعل الرائد إبراهيم يكن في مطلع القرن الماضي قبل ظهور الإعلام الهابط المتوحش وكم زم الكاوي في مصر لديه الأخلاق الرياضية التي امتلكها النجم المهذب علي خليل في السبعينيات ولا أنسى التصرف العظيم للنجم بدوي عب فتاح مع الترسانة في الستينيات وما أعظم أنبل التصرفات الأسطورية التي قام بها نجوم الرياضة العالميون على مدار قرن من الزمن أتمنى أن يجهز مشاهدون الكرام أوراقهم أو تسجيلاتهم للاحتفاظ بتلك المقدمة التي تعظم من شأن اللعب النظيف وتقدم لكم النماذج الحية مصريا وعالميا لأرفع النجوم أصحاب الأخلاق الرياضية الرفيعة والحوادث العظيمة التي نفذوها أرجوكم احتفظوا بتلك الكلمات والدروس وقدموها إلى أبنائكم ولاعبيكم ومدربيكم لعلها تكون ذا فائدة وتأثير في المستقبل فلا نرى لاعبا مثل عمر رمضان ينكر الحق عمدا ويترك نارا مشتعلة دون أن يسعى لإطفائها سنقدمهم وفقا لترتيب زمني من الأقدم تاريخيا إلى الأحدى هيا معا في ملعب المختلط نادي الزمالك القديم وسط القاهرة وقبل 85 عاما تمكن محمود حودة مهاجم للتحاد السكندري من مراوغة إبراهيم يكن مدافع الأهل على خط المرمى تماما وسجل هدفا مستحيلا للاتحاد السكندري من زاويات مغلقة وسط زهول الجميع في نهاي كأس مصر لكرة القدم عام 1926 الحكم الدولي يوسف محمد وكان بالمناسبة في تلك الفترة لاعبا وسكرتيرا عاما لنادي المختلط أي نادي الزمالك احتسب يوسف محمد الهدف قبل أن يتدخل مساعده الحكم الدولي محمد السيد وكان وقتها لاعبا أيضا في نادي المختلط أي في الزمالك أشار محمد السيد إلى عبور الكرة من خط المرمى إلى خارج الملعب قبل إحراز اللاعب للهدف ردخ الحكم لإشارة مساعده وألغى الهدف احتج لعب الاتحاد وهو أمر طبيعي لكن المفاجأة كانت من مدافع الأهل إبراهيم يكن الذي ذهب للحكم ومساعده مؤكدا أنه كان أقرب اللاعبين للكرة وأنه متأكد أنها لم تعبر خط المرمى وأن الهدف في مرمى فريقه صحيح الحكم تمسك بقراره وألغى الهدف وانتهى اللقاء بالتعادل اتنين اتنين مباراة معادة بينهما لتحديد البطل فجاء إبراهيم يكن الجميع برفض اللعب مع الأهل في المباراة المعادة معلنا أن كأس مصر انتهت لديه بفوز الاتحاد ثلاثة اتنين وأن الكأس أصبحت ملكا لنادي الاتحاد شرعا ولا داعي على الإطلاق للمشاركة في مباراة معادة غير قانونية ولكن المباراة أقيمت في غياب إبراهيم يكن بين الاتحاد والأهل العدالة الإلهية تدخلت انتهت المباراة المعادة بفوز الاتحاد ثلاثة اتنين نفس نتيجتها العدلة التي أعلنها يكن في المباراة الأولى سلوك ولا أرواع من لاعب خالد الذكر في عام 1936 اتجت أنظار العالم إلى العاصمة الألمانية برلين حيث أقيمت دورة الألعاب الأولمبية برعاية الحزب النازي وزعيمه هتلر من أجل إثبات تفوق الشعب السامي للألمان على كل شعوب العالم وضع هتلر وشعبه آمالا كبيرة على نجمهم لوف لونك بطل الوثب الطويل ليس لإحراز الميدالية الزهبية فقط ولكن لسحق الأمريكي الزنجي جاسي آينز صاحب الرقم القياس العالمي لثلاثة سباقات والفائز بزهبيات العدو 120 متر والتتابع 4 في 100 متر مع المنتخب الأمريكي في دورة برلين تصفيات الوثب الطويل بين جاسي آينز والونك فوجئ الجميع خلالها بارتكاب الأمريكي آينز المخالفتين في المحاولتين الأولى والثانية بات مهددا بعدم التأهل للنهائي إذا أخفق في السالسة وعندئذ يكون لث هو المرشح الأوحد للفوز هنا اقترب لثلونج المنافس الأول بل والمستفيد الأول إذا فشل آينز اقترب لثلونج المنافسين